وأوضح الرئيس السيسي أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة على رأسها تغير المناخ وفي هذا الإطار أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تهدف إلى أن تسهم نتائج القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي تصطديفها مصر بمدينة شرم الشيخ إلى وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعليا على الأرض أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة ونشئة إضافة إلى التحديات التقليدية وعلى رأسها مسألة تغير المناخ وبما يمثل تهديدا حقيقيا يواجه المجتمع الدولي ويتطلب تعاون جميع الدول لمرعاة شواغل بعضها البعض وعلينا جميعا أن نضلك أن تغير المناخ والزيادة السكانية العالمية تسرع من وطيرة الأزمة التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم ومن منطلق حرص مصر على حجد الجهود الدولية لمجافحة تغير المناخ ستصديف مصر القمة العالمية للمناخ كاب 27 والمقرر عقدها في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وتهدف مصر لأن تساهم نتائج القمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض سواء فيما يتعلق بهود خفض الانبعاثات التي لا ذالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب خاصة ما يتعلق بمراجعة ودحديث المساهمات المحددة وطنيا أو فيما يتعلق بجهود دعم الدول النامية للتكيف مع أثار تغير المناخ أو اتصالا بحجم تمويل المناخ المدع